السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم السبت 14 أيلول سبتمبر القمر اليوم موجود في برج الجدي لغاية الساعة 7.53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو ورح يظل القمر موجود في برج الدلو من ساعات صباح اليوم السبت لغاية ساعة 9.38 دقيقة صباح يوم الاثنين بتوقيت جرينتش القمر الآن موجود في منزلة ساعة بلعة وهي منزلة للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12.30 دقيقة بعد منتصف هاي الليلة اللي هي الجمعة على السبت بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10.24 دقيقة من مساء اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والظفر والعقد القمر بما أنه الآن موجود في برج الجدي معناته منظل على طبيعتنا الجادة منكون أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أن الأمور ما رح تكون سهلة بالنسبة لإلا ما لازم نعتمد على الحضوظ فيها وبعضها ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون ساعة ثلاثة وأربع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة خمسة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فأن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهو وقت مناسب للراحة بتزيد حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية والروحانية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهذه الزاوية رح تكون الساعة سبعة وأربع وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا بتعزز قدراتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة سبعة وأربع وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبينتهي الساعة سبعة وثلاث وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة سبعة وثلاث وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش خلاص القمر بينتقل وبيستقر في برج الدلو عشان هيك من ساعات الصباح منشعر بالحاجة الملحة والماسة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها من ود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة للحياة وبيميل الأشخاص من حولها إلى التصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا مثل قصة شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام فيما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا أو تجربة أطعم جديدة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطغارية عندنا الركبتين والمفاصل والعمود الفقري وعضلات العمود الفقري والردفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن هاي الأعضاء لغاية ساعات الصباح هي الأكثر حساسية من ساعات الصباح وما بعد يصير عندنا بطلة الساق، الكاحل، الساق، وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية هايette طبعاً بتصير أكثر حساسية من ساعات الصباح وما بعد بالنسبة للعمليات الجراحية طبعاً يوصح بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها إلا إذا كانت اضطرارية أيضا هذا اليوم يعني مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن من ساعات الصباح وما بعد ما قبل ما بنصح فيها لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصبغ من ساعات الصباح الحنة يصلح طيلة الوقت ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الدلو خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين بيبدأ الساعة خمسة وثلاث دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام ساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمر اثنى عشر يوم الآن الساعة وحدة وخمسة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج منبدأ باليوم الثلاث عشر نسبة الإضاءة نهاية اليوم ستة وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم اثنين وعشرين تسعة منتحس بنسبة عشر في المية الآن ساعة الصباح منتحس بنسبة أربعين في المية القمر في الجدي رح ينتقل للدلو رح يظل في الدلو ليوم ستة وعشر تسعة سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية ساعة الفجر سعيد بنسبة ستين في المية ساعة العصر سعيد بنسبة خمستاش في المية عطارد في العذرة حتى يوم ستة وعشرين تسعة سعيد بنسبة خمسة في المية الزهرة في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين تسعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في السرطان حتى يوم أربع أحداش منتحس بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الجوزاء حتى يوم تسعة عشر منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم خمسة عشر أحداش منتحس بنسبة عشر في المية ورنس في الثور بيتراجع حتى يوم ثلاثين واحد منتحس بنسبة عشر في المية نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بيظلها فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن بتكتهدوا من روعكم وما تنفعلوا وتجنبوا مخالفة القوانين وإحرصوا على استقراركم أما من ساعات الصباح وما بعد بتلتقوا الأصدقاء حول تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا واحدين فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر الاتصالات والمواعيد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور من الآن وحتى ساعات الصباح بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم بعضكم ممكن يذهب في رحلة أو يروج لعمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها يعني في نوع من أنواع النجاح والحظ على مستوى حياتك العاطفية والعائلية أما من ساعات الصباح وما بعد بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية لا ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسؤوليات خلال هذا اليوم أو ممكن تواجه أمر صعب ومعقد وحاول أنك تلتزم بمسؤولياتك برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتظل متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدية الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو نوع من أنواع التعاطف أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع اللقاء أو فرصة بتفتح أمامكم أبواب تتعلق بسفر أو تسويق أو نشر أو دراسات عليا وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشارك ناجحة يعني بمعنى آخر تحرك على مختلف الأصيد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بتظلها فترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وبوسعكم لاهتمام بالشركاء يعني بزوج زوجي وشركاء العمل والعاطفة زي ما ذكرنا وبإمكانكم لاهتمام بالعقود التجارية ولكنها بتظل فترة ضاغطة سلبية ما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا التعديل على نمط حياتكم لتتماشى مع الوضع الحالي أو مع التقدم أو التطور في محيطك وبيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما وتعتبر فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك من الآن وحتى ساعات الصباح وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم وكونوا منظمين وأحسنوا دارة أعمالكم وحذروا من الجدال مع المعاونين أو سملائكم بالعمل ولا تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم لأنه ابتداء من ساعات الصباح القمر بدي يصير مقابلكم تماما فبينصب اهتمامكم من ساعات الصباح حول تعزيز شراكاتكم ولكن تحافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا الكلام وما توجهوا ملاحظة لأنه خصمك قوي وما بيرحمه بتحمل لك هاي الفترة ارتباط مهم فلازم تحافظ على هدوء أعصابك ولا تكون عدائيه برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء من الآن وحتى ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبتمفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهمي شنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة أما من ساعات الصباح وما بعد بيتراكم العمل لديكم لا تهملوا صحتكم وحذروا من تعب صحي أو جسدي ممكن أنه يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة أو تشعر بنوع من أنواع التوتر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان من الآن وحتى ساعات الصباح بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تقلق حول وضع عائلة أو منزلة أو ممكن تظهر مشاكل شخصية أهمي شنك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة لأجواء عدائية ومتوترة ولازم تراعي وضعك الصحي أما من ساعات الصباح وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم وبتفرحوا لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وبتقوموا بخطوة مباركة أو ممكن تتلقى إشارة إيجابية وهذه فترة مناسب إلى التقاط أنفاسك بعد العواصف برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب تنشطه في مجال السفر والاتصالات ويعتبر يوم مناسب لإجتياز امتحان وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار طبعا هذا الكلام راح يظل مستمر لغاية ساعات الصباح بتدعمك الحظوض وبتكون جري في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء اللطيفة وبتحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل أما من ساعات الصباح وما بعد هنا بتفضل الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك ولا تخال في القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس من الآن وحتى ساعات الصباح بظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ولكن بتكونوا حذرين في النفقات متنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين بصرف الأموال ممكن تهتم لمناقشة دعم مالي أو قرض أو ممكن تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات يعني بظل في إيجابية أما من ساعات الصباح وما بعد بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولها اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة بتصفر عن اتفاق أو مصالحة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط من الآن وحتى ساعات الصباح وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية أيضا بتحمل انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة وواقعية في حل الأمور تشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات أما من ساعات الصباح وأنا بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهمش إنما تغامروا بأموالكم هذه فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن وحتى ساعة الصباح بظل الوقت بيطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بالظل وتيرتكم هادئة لحد الركود ممكن تلغي بعض الارتباطات أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش إنك ما تحسم أي أمر قبل ساعات الصباح من ساعات الصباح وأنا بتستعيد نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها اليوم للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق أيضا في فرصة أو ممكن يكون في خبر سار برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم من الآن وحتى ساعات الصباح ومنكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن حاول تنجز كل أعمالك الضرورية والمهمة قبل ساعات الصباح لأن القمر رح يوصل لبيت المتاعب فعشان هيك حاول أنك تعزز علاقاتك الاجتماعية وتستفيد منها أما من ساعات الصباح بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضوض حذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنها ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك ومنصحك تعمل بشكل روتيني وما تتخذ قرارات حاسمة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر